اشتركوا في القناة وكان خلفهم انتصار بينما خلف المسلمين هزيمة في معركة احد معركة بدر انتصر المسلمون فيها معركة احد انهزم المسلمون ولولا علي لكان النبيه قد قتل وربما انتهى الاسلام فخلف كفار قريش انتصار خلف المسلمين هزيمة وقرر النبي ان لا يخرج اليهم انما يدافع عن نفسه واصحابه في مدينته اشار سلمان الفارسي بحفر الخندق هذا هو المعروف سلمان انه احنا كنا في ايران ايام اللي هناك اذا كان العدو اكبر حجما كنا نحفر الخندق فقرروا ان يحفروا خندق طول الخندق ثلاث كيلو مترات خمستالاف ذراع تقريبا ثلاث كيلو مترات عرضه سبعة اذرع عمقه سبعة الى عشرة اذرع ثلاث كيلو مترات اشتغلوا فيه فترة من الزمن قيل ان تسعة ايام وقيل شهر كامل يحفرون والمدينة جبلية يعني فيها صخور لازم تكسرها جاء كفار قريش يعتمدون على القبائل المحيطة بالمدينة وعلى اهل الكتاب الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اتفاقه معهم على ان لا يدافعوا عن رسول الله ولا يهاجموه ولا يعملوا حلفا مع اعدائه والنبي اتفق معهم على ان يدافع عنه لكن اتفقوا مع جماعة ابي سفيان ووضعوا النبي بين فكي كماشا النبي كان عليها ان يحارب مع كفار قريش عددهم عشرة الاف المسلمون كلهم ثلاثة الاف بما في ذلك النساء والاطفال وكان عليها ان يدافع عن النساء وضعهم في قلاع ومن ثم يهتم ايضا بعدو داخلي وهم المنافقون المنافقين كانت شغلهم في معركة الاحزاب بث الشائعات تجبين الناس تخويفهم عم الجماعة كثيرين يعني الف وشي عدد المسلمين في مواجهة عشر تلاف وتعرف انت في الجباهات الكلمة للاكثر قوة واستعدادا عدد هائل عشر تلاف جايين مقاتلين ما معهم نساء ولا معهم اطفال استطاع عمرو ابن ود جايبين وياهم اكبر بطل له سمعة كبيرة لانه كان يقاسل اشخاص بالافراد يعني يقال هذا ابن فرين اذا اثنين هجموا عليه يقدر عليهم هذا بعشرة هذا بعشرين هذا بخمسين عمرو ابن ود العامري كان يقال رجل بألف وفعلا هجم ألف من القطاع الطرق واللصوص عليه وعلى جماعته مرة من المرات فاستطاع ان يهزمهم رجل بألف وراكب على فرص مطهم وعبر الخندق وبدأ ينادي ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد اخرج لي نحن اليوم نعرف ان النبي ما قتل لكن في ذلك الوقت الرجل ده ينادي النبي شخصيا فقام النبي بين اصحابه قال من لعمر من لعمر كلهم ساكتين تعبير الروايات كأن على رؤوسهم الطير لو انت قاعد صاف بلا حراك وجلس على رأسك او كتفك اصفور اتخاف اي حركة يطير كأن على رؤوسهم الطير من لعمر اضمن له الجنة نبي ده يضمن الجنة رسول الله خاتم المرسلين صراحة ليش ولا واحد من اتهم قاموا شكوا في نبوة النبي ظنوا بالله الظنونة يعني قاموا يقولون الله وعدنا مصحيح شوف القرآن ما الذي يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرة اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار الانسان اللي يخاف كثير بعد ما يشوف عدل شوف الاشياء ضبابية وبلغت القلوب الحناجر القلوبهم قامت الدق وكأنه اتحنجرته وتظنون بالله الظنونة هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله يقول زلزال شديد مو زلزال الارض زلزال النفوس اللي يشك في نبوة النبي يعني كفر اللي يظن بالله الظنون وان الله وعدهم كذبا اعوذ بالله يعني كفر قام يدورونهم عذر النبي يترالعورة يا رسول الله مرتي هناك ماكو احد عليها خليني ادافع عن عرضي واذ يقول المنافقون من جهة من فوقكم من اسفل منكم من جهة المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة انتصار ما انتصار ماكو غرور النبي اخذ غرور قال رحت انتصرون عليهم واذ قاءل الطائفة منهم من ذول المنافقين يا اهل يثرب يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون بيوتنا لعورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارة سورة الاحزاب سورة كاملة باسم هذه المعركة لانها كانت معركة فاصلة السجاي اه عمر من ود العامري وينادي انه النبي يخرج اليه الى ان قالوا ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارس عمي واحد خليجين انتم الذين تؤمنون بالجنة من يأتيني حتى ارسله الى الجنة وعجل له الجنة ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارس اني كذلك لم ازل متسرعا نحو الهزاهز ان اسرع الى القتال ان الشجاعة والسماحة في الفتا خير الغرائز النبي دينادي باصحابه وكأن على رؤوسهم الطير المرة الاولى لم يقم الا علي انا قال اجلس انه عامر مرة ثانية من لعامر علي بن ابي طالب انا يا رسول الله قال اجلس انه عامر مرة ثالثة من لعامر اضمن له الجنة قال أنا يا رسول الله قال أجلس أنه عمر قال وأنا علي هو عمر عمر أنا علي قال تعال ماكو غيرك كلما أوقدوا سيد الزهراء سلام الله عليها تقول كلما أوقدوا للحرب نارا قذف بابن عمه في لهواتها تعال لبس أعمامته تفضل تطلع فس عمر بن ود راكب على فرس مطاهم الإمام علي حافي الإنسان لما يروح في موقع الخطر رجل قدام رجل وراء متردد الإمام علي كأنه رايح إلى عرس يركض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج الإيمان كله إلى الشرك كله علي يمثل كل الإيمان وعمر بن ود يمثل كل الشرك قال لك أنت منه ذول كانوا متكبرين يعني كان يردون واحد يكون ندئله ومن قريش وكذا قال من أنت قال علي ابن من ابن أبي طالب قال إن أباك كان نديما لي وأنا أكره أن أهري قدمك قال الإمام ولكني لا أكره أن أهري قدمك هيا باب جا يتحد قال أما آمن ابن عمك إذ أرسلك إلي أن أشيلك برمحي هذا بين السماء والأرض لا أنت حي ولا ميت ما فكر ابن عمك النبي أنه إذا تجي علي أنا أضرب الرمح في بطنك وأشيلك الشكل أفرك بالسماء لا أنت حي ولا ميت قال لقد أرسلني ابن عمي أن إذا قتلتك كنت أنا في الجنة وأنت في النار وإن قتلتني كنت أنت في النار وكنت أنا في الجنة كلتاهم لك يا علي قال إي بعدين الإمام علي لأنه رجل مؤمن يريد الخير لجميع الناس بما في ذلك الأعداء طرح عليه قال إن أنا سمعت أنه لا أحد يطرح عليك ثلاثا إلا وتختار وحده من عدن قال ما هي قال أرد ترجع روح بطل من عدن قال حتى تقول النساء قريش جمنا ابن ود لا لأن تؤمن بالله ورسوله قال هذه هملك ما أريد قال أنه ناجس ناجس قال والله ما قالها أحد لمن العرب حتى الآن شكل يعني قاتل شاء السيفة ضرب الإمام فقد الشيء اللي كان بيديه الإمام يطعه الدرع ماله قده ضرب على رأسه انجرح الإمام مع الجرح الإمام التفت إلى قال أنت قاعد على الفرس وأنا واقف على رجلي دزل من على الفرس ضرب بضربة واحدة قطع الرجلي ويده الفرس فضربه الإمام على رجله فطاح على الأرض أصلاً ما كان يتوقع مو هو ما يتوقع المسلمين ما كانوا يتوقعوا تاريخ كان واقفاً مدهوشاً لا يدري من وين يروح تاريخ متوقف على هذه الضربة وحينما سقط على الأرض وجلس على صدره الإمام علي المسلمين يطالعوا وشافوا وقام من مكانه قام يدور في الساحة الإمام كل واحد يقول نفسه ضربة يخلص خلص خايفين ليه يكون الرجل يفتر ويشيل السيف ويضرب الإمام فترة الإمام علي دا يتمش ثم جاء وحز رأسه وجاء برأسية للنبي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلاء كانت شجاعته شجاعة النادر التفوا الجماعة حوله ليش ما قتلته قال يوم اللي جلست على صدره قال لقد ارتقيت مرقة مرقا عظيما فتفل في وجهي غضبت ما كنت أريد أقتل الغضب فتمشيت حتى هدأ غضبية ثم أجهزت عليه وخلص انتهت المعرك لأن بطل الأبطال قد سرع قريش كانت قد جاءت به حتى يفعل الأفاعيل بالمسلمين والرجل بشجاعته بما كان يملك من فرس مطهم عبر على الخندق وجاء هذا الصوب ينادي وخايفين وإلى آخر خلاص يعني مثل بالون فش فدخل الرعب في قلوبهم وكفى الله المؤمنين القتال بمن بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر